أهلاً وسهلاً بيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم النص التاني مازلنا معاكم بنتناول العديد والعديد من المواضيع اللي تهم كل بيت مصري أكيد كل بيت مصري مهتم بالتعاوج بين الرجل والمرأة وقبل ما استطرد واسترسل في المقدمة بتاعتي أنا محتاج أرحب ترحيب خاص بالنجمتين اللي منورنا في الستوديو النجمة الجميلة ذات الابتسامة الساحرة زملتي العزيزة وأختي الغالية جهان علي أهلاً بيك يا جهان أهلاً بيك يا محمد إن شاء الله موصم موفق بإذن الله وأنا سعيد بوجودك معنا وإن شاء الله بإذن الله نكمل الموسم كله مع بعض وبإذنك يكون موسم موفق ونيجي بقى للوردة الجميلة النجمة الجميلة اللي منورنا اللي لينا الشرف نهاية تنضم الفريق العمل وتطلع معنا الأول مرة على الهواء مباشرة النجمة الجميلة فاطمة الأسرب أهلاً بيك يا محمد أنا سعيدة جداً بوجودي معاك في هذا الحلقة وأتمنى أن نتاجب الجماهير وإن شاء الله بإذنه يكون وشينا حلو عليك وإنتي كمان يكون وشك حلو على البرنامج إحنا زي ما قلنا لكم إحنا جايين برسالة سلام من برنامجنا للمجتمع المصري وللبيوت المصرية إحنا عارفين قد إيه إن في الكثير من الخلافات بعضها مادي وبعضها إنساني وبعضها بسبب المشاحنات وضغوط الحياة وبعضها اقتصادي فإحنا جايين برسالة سلام للبيوت المصرية واتكلمنا في الحلقة اللي فاتت من برنامج النص التاني بعنوان ماذا تحتاج حواء من آدم أما النهاردة فإحنا هنعكس الآية ونتكلم عن ماذا يحتاج آدم من حواء اسمحولي أبدأ حلقتي مع الزميلة العزيزة جيهان علي ونبدأ معها نعرف إيه اللي بيحتاجه آدم من حواء يا جيهان أول حاجة الشكر والتأدير بيبقى محتاج دايماً شكر وتأدير يعني بيبقى هو مطحون يعيني في شغله طول اليوم بيبقى محتاج كلمة حلوة أو يعني يسمحها أول ما بيرجع من البيت هي أوحش حاجة في حياتنا كلمة عادي كلمة عادي دي اللي موضيها كل البيوت في ده هي كلمة أي حاجة هو بيعملها تلاقي الزوجة تقول عادي طب فيها إيه ما يعملها يعني إيه الموضوع دي بقى هي اللي مضيعة يعني بيوت كتير كلمة عادي يعني لو كانت تقول مثلاً شكراً قطر خيره متشكرة جداً على لنت عملته لو عمل معها حركة جدعانة ووصلها مشوارها لو تطمن عليها يعني كل الحاجات دي هي من نسبلها ممكن تقولك لأ عادي وفيها إيه هو ده بقى اللي بيضيع بيوت كتير كلمة عادي هي بيبقى محتاج كلمة حلوة شكراً حتى لو تبطبط عليه بحنية كده ربنا يخليك لينا هو ونازل من البيت يعني لو دعوة حلوة تقول هالو كل الحاجات دي بتفرق والله مع الراجل يعني هي تتخيل كده لما بتكون تعبانة وعلى فكرة علشان ما حدش بصلاً يسمعنا ويهاجبنا بعد كده على صفحتنا عايزة أقول لهم يعني إحنا خدنا حقك تلت من تلت في الحلقة الأولى بجد والله إصلا هم زمانهم دلوقتي كل واحد هيقول لتنق سمعة؟ شايفة بيقولوا إيه؟ لا هي كمان تقول له اسمع الحلقة الأولى قالوا إيه يعني خدنا حقها تلت من تلت انت جاء النهاردة تدي نصايح بقى للمرأة يعني إحنا خدنا حقك فإحنا جايين إيه؟ نشجعك أن تتتعاني مع آدم بشكل ذكي وفيه فتنة والذكاء وجداني عشان الحياة تنجح بالتأكيد يعني إحنا يامع بقى قلنا لك الكلمة الحلوة الكلمة الطيبة صدقة قلنا هالو مرة اللي فاتت المرة دي برضو بنقول هالي الكلمة الطيبة صدقة يعني لو كلمة حلوة كلمة طيبة وما نقولش كلمة عادي دي ننساها من قمصنا بتضايق عادي بقى يا عمي لا لو أنت هتأخذ المحمل ده يبقى أي تعب هتتعبيه شوف أنت لما بتتعبي في أكلة بيبقى على طول بتتمني تسمعي كلمة شكرا مع أن الأكلة دي أنت اللي هتأكل منها أنت وولادك عادي قد نقول تهالي شيء عادي لا لازم برضو تسمعي كلمة شكرا حتى على طلبات البيت لما بيجي يجيبها ما تقوليش ده عادي ربنا يخليك لينا يا حبيبي ما تحرمش منك يا سنة دي الكلام ده هو ده تعلم آه والله ما فيش أحلى من كلام زمان والله ربنا يخليك لينا أنت ضهرينا أنت سندنا مش عارف من غيرك هنكوننا هنعمل إيه يعني الإحساس ده يعني حتى لو أنت بتسند الرجل بشكل قوي لا لا يعني حتى لو هي إنسانة قوية وعندها يعني بتشتغل ودايما تلاقي يعني فيه ستات قوية فعلا أي بيبقى صعبة عليها تقولي الكلام ده بيبقى عزز عليها أي بيبقى دايما مستهترة بأي شيء هو بيعمله دايما بتستخف منه يعني أنا حتى قلت لك في الأول إيه لو عمل معا حركة جدعانة ووصلها حتة لو وصلت لما موتها وطمن عليها أوصلت باستلام يا حبيبتي أي الحاجات البسيطة دي بتجبر الخاطر ما تقولش دعاة دي تقوله متشكرة ربنا يخليك ليه اللي أنت تطمنت علي يعني الشكر والتقدير بجد وفي عز بقى لما تلاقيه بقى تعبان يا بقى أنت قلت إيه الطبطبة والله الطبطبة دي بتخفز حاجات كتير جدا نيجي بقى النقطة مهمة يا فاطمة أي تاني ممكن تحتاجه يحتاجه آدم من حوى حوى لها دور كبير مع آدم في حاجة واحدة اللي هو مثلا وراء كل رجل عظيم موسي بيكلمني في السماعة بيقولي محدش يهز الكرسي كده هناخد مخالفة على الهوى وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة اهم حاجة لكم فيه السند التعاون الدعم والمسندة الدعم والمسندة في السراء والدراء مثلا حصل له موقف مش تسيبه بقى عشان هو خلاص كده فلس او مثلا فيه صراحة او هو كده خلاص لا انت خدسيه فانت تقي معي في السراء والدراء كل رجل عظيم يكون امرأة عظيم وقفت جنبه او سندته او حوشت او يعني شلت سلوسه فهو لازم يستقلها لمواقف دي ايه 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 ويعني كمان مقحاية السراء والدراء الحياة الجنرال الحياة بشكل عام افس وداونس شوية فوق وشوية تحت يعني دوام الحال من المحال فانتي يعني شليله بقى صبر ما بينهم وتعاون واخلاص يكون فيه كذا حاجة يعني تكون ما بينهم ايه وتشله بقى ان هوا في وقت الرخاء برضو كان بيوقف جنبها وبيدلحها ويعملها حاجات حلوة ولما بقى في وقت الدراء تستحمل لازم تستحمل طيب حاجة بقى مهمة جدا 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 ويمكن كان ممكن نقولها اول حاجة من احتياجات ادم الحواء وهم اللي اتنين مبارح رفض ان هما يقولوها على الهواء هي الطاعة الراجل بشكل عام بيحب الست المطيعة ما بيحبش الست اللي كل شوية تخلفه في الرأي ما بيحبش الست اللي كل شوية تكدله ما بيحبش الست المجادلة لان هو بعد بدل نظرته ليها ان هي المرأة ذات انوسة الوديعة بيبدأ لو لقاها منكفة معاه كل شوية تجدله زي ما بيقولو كده زي الشريك المخالف بيبدأ نظرته ليها تتغير ويحس بدل ما هي الوديعة الهدية اللطيفة الطيبة لا يحس ان هي المرأة بقى المزعجة المتعبة اللي كل شوية فيه شد وجذب وفيه جدال لا صدقيني يعني كلمة حاضر بالتريح لقوتي له حاضر يا حبيبي تحت امرك حتى لو بعد كده مشيت اللي على مزاجك بس بزكاء يعني مش من الاول كده تقولينه مش وش كده برضو حاضر على طول برضو المرأة لهم الطلبات يعني ممكن يكون في حاجة حسن غلط فلازم تقول عليها لأ فهو عايزة مثلا تقول اه لازم تعارض هو بص هو فيه مش هساب ده انا معاكم معايا تنمي الجنس اللطيف اصلا هو فيه خطرة فعل ما بين ايه ما بين العبودية وما بين الطاعة ففيه ناس كتير قوي مخلوط عليها الامر يقول تقولك ايه ليه هو استعبدني يعني بص بقى ده بقى زي ما تقول كده الشيطان بقى خلاص كده دخل ما بينهم ان هو دخل لها فكرة هو استعبدني وهي ما بتبقاش حكاية استعباد هي بتبقى يعني تعارف بيبقى قلبه عليها على فكرة بيتبقى فيه حاجات شايفها غلط من وجهة نظره مثلا وهي من وجهة نظرها شايفاها غلط شايفاها صح من وجهة نظره لو مش بطريقة الامر لو بطريقة الحب وكده هتعملها لكن مثلا ايه اعملي كده فممكن تخده بقى بقى بعين جميلة الجزئية دي عارفة جهان فعلا زي ما فاطمة بتقول اه يعني زي ما تقول انت برضو يا ادم احنا بنتكلم عن احتياجاتك يا ادم وبنوصح وعليك لكن انت فيه حاجة درسناها في القانون في نظرية الحق اسمها التعسف في استخدام الحق انت مش معنى ان انت حقك عليها انها تطيعك ان انت تفرد عليها فرض كل حاجة وعملي وزي ما بتقول زميلتنا جهان فيه فرق بين الاستعباد والطاعة فانت برضو عاملها برقة عاملها الحنية واحدة 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 ياواش ياواش دي ماجه هام بتقول ابوس تلاقي العملية ايه لطيفة تدل الحب لا وزي ما قلنا لها اسمعي كلامه واحدة واحدة ما تاخدش الموضوع افش برضو هو ما ياخدش الموضوع افش وانا قلت كذا لا يبقى لازم تتنفذ يطلب الموضوع بزكاء لا الموضوع يطلب بزكاء ويتاخد بزكاء طب ايه ايه جهان تاني بيحتاجوا الراجل من الست او ادم من حوة؟ برضو حاجة مهمة جدا احنا هنتكلم على نوقات على الفكرة كلها مهمة وردنا بتاع 12 دقاطة الوفاء والإخراس نتواصلين بادم احنا صح؟ جدا الفكرة اللي فقدت ان اتكلمت على الحوة بطريقة النميمة ما يعملهاش بصيغة الامر صح اللي هو صيغة الامر اللي هو صيغة حب وكده وطريقة حوالية هيكسبها هيكسبها لكن مزيغة الامر فهو بقى مش هيكسبها هو الخسران هو دايما احنا دايما قلتلك الوفاء والإخلاص ما فيش راجل هيقدر يتنزل عن بندلة الوفاء والإخلاص دايما هي ما تقدرش تعيش مع واحد مثلا الوفاء والإخلاص ده عكسها ايه خيانة على طول كده هي ما مش هتستحمل خيان طوليها صح ولا لا اكيد فبالتأكيد هي برضو هو برضو عايد وحدة عايشة معاه تسونه تكون عندها فعلا وفاء وإخلاص لي تسونه وقت غيابه لو مسافر يمكن الوفاء والإخلاص دي يعني يمكن اهم متطلب ومفيش راجل بيستغنى عنه لان عكس الوفاء والإخلاص الخيانة وتسعة وتسعين في المية من حالات الخيانة اللي بتحصل غالبا بتنتهي بانتهاء العلاقة أو بفشل العلاقة فده فعلا من اهم الحاجات اللي بيحتاجها خيانة تكون من حوا ما تكونش من آدم ممكن تكون حوا مخلص وحوا خاينة ممكن تكون حوا انك متحيزة الحوا شوية يا فاطمة هيا كانت مفروض تبقى معنا في الحلقة الأولى الأولى كانت تفرق معك بس انا عايزة افاهم برضو السادة المشاهدين والله ان الحلقة دي اللي احنا بنتكلم فيها عن حقوق كل آدم وكل رجالة دي بتنطبق برضو نفس الحقوق دي على الستات برضو لان حتى في القرآن لما كان بيجيب لك الحقوق والواجبات عليهم هما الاتنين عمره القرآن مميز الست يقولك لها حقوق يعني الاتنين ليهم حقوق على بعض فمحدش يبقى يسمعنا يبقى وفاهم الموضوع غلط وان دوت الرجالة هما اللي ليهم حقوق والستات مالهاش بس تتقدر مثلا ان الرجل هو القيمة والقامة او ان الرجل هو المسؤول عن البيت هو المسؤول ويجب يكون ليه احترامه بس كمان يديها هي كمان كيانها يعني مش في كل حاجة يقولها لا او يمحي كيانها مثلا عايز تشتغل فيقولها لا مفيش شغل وهي مثلا بتكون نفسها توصل لحلم فيغي كيانها او يكونوا متفقين مثلا من اول اللي قبل ما يتجوزوا ان هو مثلا عايز تشتغل بعد الجوز غير رأيه فكده هو بيلغي كيانها فدلتقر يحصل المشكلة من ادم طيب انا مراتي ضحكت عليها وكنا متفقين نقل ناجل الخلفة وضحكت عليها وجابت تلات نقلت في تلات سنين اعمل معا ايه مشكلة عايزة مشكلة لا استنظر الرابع في السك طيب ايه داني فاطمة الادم او الراجل او الراجل بيحتاجوا من استيطة او بيحتاجوا من حوّة في حاجة بتضيق ادم جدا السكتة الشكاكة الصصصصصية السكتة الذكاية قضي احنا بنتكلم بقا إيه احنا بنتكلم بقى ايه السكتة الذكاية المتكددة اللي تقدر تقدر جوزها ما تحسشوش بالرتابة او الملل يعني تبقى على طول متجددة يعني مش بنفس المنظر اللي تتعمل باالأكل هو اللي تتعط دك بالمريالة والبصل بقى تخشله لا ينفعش لازم تكون لها منظر خارجي ومنظر داخلي تكون تحسد انها تبه اتهم من نفسها تبقى متجددة سواء في شكلها الخارجي او في مشاعرها تحسد كومتها تحسد ان هي بقى حاجة ان هي لها كيان تكون شكلها على طول نزيف حتى نزيفة من الإيمان يعني نطلب حاجة صعبة عشان ما يبصوا لبرة وترجع تقوله هو كان بيبصوا برة ليه طبعا انتش اللي عملتك كثير يمكن حاجة كمان مهمة جدا الراجل بيحبها في الستة او ادم بيحبها في حوة وهي الستة ان هي تحافظ على قرشه او تحافظ على فلوسه او الراجل بيحب الستة المدبرة اه يعني الراجل بيحب الستة المدبرة اللي تحافظ على قرشه وتحافظ على فلوسه يعني ما يحسش ان هي مستهترة كلها مهنة تستمتع وتصرف وتبعزق فلوسه خلاصة وهي احتاجت حاجة ممكن يجيبها لها ما هو لازم 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 يشبعها مدياً ومعنوياً ولكن الطريقة الزي هي تبقى قلبها عليها يعني مثلاً مش دايماً تلاقي إيه ستتة لما بيجوا ينزلوا يعملوا شابونجي مثلاً أول حاجة تنزل عليها وعنها تيجي عليها الحاجة الغالية حتى محتاجها مش محتاجها مش مهم هي الحاجة الغالية هي دي لأنا عايزاها فهي احنا بقى بنتكلم في كده إزاي تبقى زكاية هي وبتشتري طلبات بيتها مش كل مش أي حاجة طالعة جديد عايزاها يعني محتاجاها أو مش محتاجاها لازم تكون فعلاً محتاجاها تشوف مثلاً لو في بديل ليها بسعر يكون كويس المستوى معاشتها يعني ما استوى والله كويس وعادي خلاص اختاري زي ما أنت عايزة والراجل الراجل لما يلاقي الستة مدبرة وبتخاف على فلوسه وبتخاف على بيته وبتصون ماله هو مش هاستخسر فيها حاجة وفي مقولة شهيرة هيجبناها الحاجة اللي أعايزها في مقولة شهيرة بتقول المرأة التي لا تطلب هي المرأة التي تستحق فالستة اللي ما تطلبش كتير وزنانة وعلى طول عايزة عايزة هي دي بحق ربنا وهي دي صحيح اللي تستحق ان انت تديها وتديها بمنتهى السخاء والكرم وإذا هو يمتلك مال كتير وعايز يجيب فعلاً حاجة دي منش كده اه اه لو هو بس برضو بدون تبزير يعني هي لا مالهاش هاول لا مالهاش هاول لا مالهاش هاول هاولا هيجيب هي ما تطلبتش ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل من رطس ولا انت تقردتها جامد على بيتك ولا انت تبعزق قوي عشان ايه عشان مستقبل لحنا لسه كنا بنقول الحياة أبس وداونس فوق وتح فعشان ايه اليوم اللي يبقى صعب يقولك القرش الأبيض ينفع في اليوم لسه كمان فيه مقولة في القرآن بيقولك ان المبذرين اخوانا للشاتين صحقية في القرآن فربنا ذكرها هاكده ايه تاني يا جهان بيحتاجه أدم من حواء لا دا انا هقولك بقى ايه وانت سيبتي الكيو كارد لا قتلك دي بقى مهمة جدا ايه هو الاهتمام اهتمام ده مثل انا بشبيهه بالمثلث تلت أطلاع ماينفعش أبدا تشير من المثلث دلع اهتمام بنفسك ببيتك بولادك هتقولي طب فين هو من الثلاثة دول هو اهتمام بنفسك اعتبر انت لكده بتهتم بيه تلما بتهتم بنفسك بمظهرك بشيكتك بقى نقطك وما تقوليش أنا تربيت على دا عادي اه يعني اولا مثلا ايه ماينفعش تعود في البيت بالطريقة مثلا دي متبهدلة مش متوضبة تقول اصلا انا عايزة أحس اللي أنا قاعدة في بيتي عادي انت تربيت بطريقة غلط لازم تصلحي من نفسك اني دا مش عادي ماينفعش تكوني تسحونتو الاثنين مع بعض في وقت واحد ويشوفك مثلا شعرك مش متوضب مش متهندمة كده ولبسة لبس متناصك اه لبسة لبس البيت بس لازم تكون الالوان متناصكة او نبي احسن الحاجات دي الحاجات دي بتحرب البيوت بتحرب البيوت احنا دا حافظ على البيوت الوصرية ايوه ايوه حاجات بسيطة يعني الراجل لما يصحى على طول يلاقي امراته وشعارها منكوش ويجي من بره زي ما قلت بمريالة المبخ والبسط عنده حق انه انا هتزوغ بره على طول ويرجع نقول برده ولقي زملته في الشغل جاي على سنجة عشرة واحسن بيرفيوم هيطر يبص بره اه هيبص بره يعني انا بقولك حاجات بسيطة قوي تخليها على التسريحة بتاعتها مش هتكلفها اي حاجة يعني مينفعش قبل ان تكون هي بعد تصبين الموعين ويديها كده سيباها عادي لا حتة كريم صغيرة الله عليك بجد والله اول حتى لو بقال القليل لمسة شوية ازيزة برفل تبقى موجودة برخصة جدا بيبلس دا بقى منتشر في كل المحلات تعملي بيه القصة بتاعتك توضب بيه تهندم بيه والله مش هتاخد خمس دا لو دا روتين هتعمله كل يوم وتحافظ بقى عن المعطرات في البيت طبعا بما ان هي طبعا شايفة ان دا هتبقى حاجة حملة عليها ومش واخد عليه فلا يعني لو عندها دا ممكن عد بخور بجنيه تعطر بيه البنت عد بخور بجنيه بل عادي ان نجيب بقى الموضوع نحله من الأساس احب النفس مش شرط ان يبقى مكلف قوي مكلف قوي ممكن بالخيار والزبادي تعمل أحلى شغل يعني بقال للقليل اهم حدك ونفسها جواها نيبقى عندها مهتمة بنفسها اي اي شرط بقى جيب بيرفون انا عندك مثلا لو هي مثلا عندها بنت لازم تعلمها من دلوقتي ان دا علشان ما تكبرش تبقى فاكرة ان العادي ان هي تبقى قاعدة قاعدة من حكشها قاعدة بهدوم مبهدلة لازم من الصغر نعلم يعني ولادنا وبناتنا يعني حتى لو عندها افرد عندها ولاد بس ما ينفعش يبقوا برضو قاعدين متبهدلين ويقولوا دا احنا قاعدين عادي يرجعوا بعد كده بقى لما يتجوزوا ويكبروا بقاعدين قدام مراتاتهم عادي متبهدلين على زي ما تربط هتطلع طب نقطة مهم يا فاطمة كنت عايزة تتكلمي عنها اللي هي الثقة الثقة من الحاجات الدرورية طبيعة اي رجل مش بيحب السيطة الشكاكة تقولوا انتا بتخني انتا بتخني ويكون شوية تمسك الموبايل وتقلب في الرسائل والواتساب بالضبط صباح ايعمل اي بقى هيقولك هيخنها طب انت شكا فيها وانا فعلا بعملش حاجة تكون عندها على فكرة سكرة نفسها او ملشي ممكن تغيير شوية لو لقيت مثلا حاجة غلط او من حقها مساكت رسالها على المبايل غلط او من حقها افاشته افاشته بقى او من حقها بس ما بقاش فيه مبالغة في كده لانا هتخنقه لكن بقى لو هو مثلا ما بيعملش حاجة وهو فعلا محترم وانتا عادي بتقوله انت بتعمل اقولك طب انا كده 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 هعمل ايه كده كده انا موضع شك خلاص بقى خونج بقى مش مشكلة خلاص بقى طيب يمكن حاجة كمان حاجة مهمة جدا من اللي بيحتاجها ادم من حواء ان حواء تحسس ادم برجلته وانه هو الراجل هو المسيطر هو اللي ماسك زمام الامور وانه لو غر عليها او خاف عليها ده لانه بيخاف عليها وعايز يحافظ عليها فاوعي اوعي 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 تدقي من خوفه عليكي وغيرته عليكي لا بالعكس ده انت المفروض تفرحه انه خايف عليكي وبيغير عليكي لان الغيرة والخوف ده حب وطبعا زي ما قلنا ما بقاش في شدة ما بقاش الغيرة دي ستوصل لدرجة الشكل بس في غيرة مراضية انا بقولها ما توصلش لدرجة الشكل ايه في غيرة في نوعين من الغيرة في غيرة عادية عادية طبعية شفت مثلا موقف ماشي مع يعني انا عادة معي في اوفر فما لقيت نوضع نظرات اول حق غير وفي غيرة ما لقيتش اوفر بقى توصل لدرجة الشكل فلاقيت وصلة نوحة دخلة حلوة عليها في المكان لا فأنا مش هذكو في الاولي على الفكرة السكة عارف لو موجودة السكة هتخليها متمكنة من نفسها مش اي حاجة تحصل كلم واحدة مثلا زملته في الشغل لو ليه مديرة طيب بيقولوني بقى دقيقتين وفيه نقطة مهمة جدا عايز اقولها ان احد الحاجات اللي يعني بتعمل مشكلة في البيوت المصرية وفي اي بيت بشكل عام وجود توتر او اضطراب في العلاقة العطفية الحميمية بين ادم وحوى بين الرجل والسد وفي الحالة دي ضروري جدا من حوى انها ما تضغطش على ادم نفسيا وتحسسه بنقصه او بموضع الضعف لان هيكده تبقى بتقتله وفي الحالة دي حالات كتير بتنتهي بالطلاق وفي نفس الوقت انا مش عايزك تسكتي انا عايزك تتعاملي بذكاء وترجعيله ثقته في نفسه وما فيش مانع تروح تستشيري طبيبة يفضل مش طبيب ويكون بينك وبينها وتاخد استشارة لانا ساعات بيتبقاش حتى عايز تلجأ لأدوية ولا اي حاجة عقاقير طبية ولكن بعض النصايح النفسية البسيطة ممكن تصلح الموضوع ده نختم بنقطتين مهمين جهان عايزة تتكلم عن الست الفرفوشة دي يعني محتاجها اي رجل زي ما الرجل يعني الست بتقولك الرجل الفرفوش ده رزق فعلا الست الفرفوشة رزق يعني لازم يعني على طول كده تنغشي كلمة حلوة كده بس تكون في اوقات مناسبة مش في اي وقت يعني ما يكونش مثلا معاه مكالمة مهمة او بيحضر حاجة في شغله ومندمج في الكتابة وهي تدخل مثلا بسخافة ترحم عليه بقى لا دي عدد بقى سخافة ورخامة بجد ولكن هم قاعدين بيتفرجوا على حاجة يعني هو طيب يتحضره من ظهره كده وهو بيعني القهوة بتاعته مش عارب ايه مع نفسك بقى اه 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 فالكلمة برضو الحلوة يعني يقول لك ايه الكلمة الطيبة صدقة تبصمك في وجهة اخيك الصدقة كل الحاجات دي هتاخذ عليها سواب طب اي رأيك؟ ايه رأيك؟ مختم بالدلع والحنية اه دي بقى ايه؟ ايه كل الرجال يبقى عندهم عطش ايه هو يقمصر محتاج دلع حنية انه لو ملاقش الدلع والحنية فممكن يروح بره ايه دور عليهم بره البيت ده اساسي بس لو دور علي بره هترجع هتقول يخني ايه طب ما انتش السبب ما عطتهوش الدلع والحنية الكفاء ايه اذا فيهم حاجة بقى ايه لو هي بتعمل كده فهو بقى عنده حاجة تانية عينه زيغة بقى ايه ده احنا عايزين نعمل حلقة عن الراجل ابو عين زيغة ده لانهم كتير في المجتمع ايه احنا هدفنا برضو احنا نحفظ على الجويت من مش نخربها خالص ايه ايه انا كنت سعيد ومستمتع و احنا بنتكلم عن ماذا يحتاج ادم من حواء واحنا تناولنا مواضيع مهمة جدا وان شاء الله مازلنا نتناول وان شاء الله انتظروا مواضيع مهمة جدا في التعيش بين الرجل والمرأة واستمتعت جدا بالحلقة المميزة ده مع الزميلة العزيزة جهان علي انا احب اختم بآية كرآنية ومن آيتي ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة الله عليك ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الله عليك الله عليك المودة والرحمة اهم حاجة ومازلنا بنؤكد ان احنا من برنامجنا جايين برسالة سلام للبيوت المصرية وجايين نستعرض مواضيع عن التعايش بين الرجل والمرأة وبنقول ان احنا بنتكامل مش بنتنافر ان شاء الله ان شاء الله انتظرونا في حلقة جديدة من برنامجكم النص التاني